زلزال في الأنفلد أهلا بيكم حلقة جديدة وقاس سادسة مبارح الحقيقة عشاء الكرة في كل مكان في العالم كانوا على موعد مع مفاجأة من العيار التقيل حتى أكتر مشجعي ليفر بول حباً وانتماعاً ما كانش يتوقع فوز عريض فوز تاريخي فوز بيحصل لأول مرة في تاريخ مواجهات ليفر بول ومانشستر يونيتد زلزال بقوة سبعة ريختر درب دفاعات مانشستر يونيتد مبارح بقيادة الفرعون المصري ده أجيبشن كينج محمد صلاح مباراة تاريخية بكل ما تحملوا الكلمة من معاني والأهم أنه في نفس المناسبة دي في ذكرى الفوز التاريخي اللي ماعتقدش أنه هيتمحي من جماهير الكرة الإنجليزية عموماً وجماهير ليفر بول خصوصاً بحق محمد صلاح واحد إن لم يكن هو أهم رقم قياسي أو خلينا نقول واحد من أهم الأرقام القياسية اللي حقها طول مسرته الاحترافية أنا وأنا بحتفل بمحمد صلاح مجهز لحضراتكم سؤالين أنا شخصياً ما عنديش إجابة عليه لكن شايف إن هم من الأهمية بمكان ومكانة إن هم يضطرحوا وإن إحنا نحاول كلنا الحقيقة إن إحنا نفكر فيه بس خلينا الأول نشوف العالم إزاي شايف المواجهة دي وإزاي كان صلاح هو النجم الأهم النجم الأبرز النجم الأوحد لكلاسي كونجلترا ديربي منشستر يونيتد وليفر بول مباراة اللي انتهت بفوز ليفر بول بنتيجة 7-0 تعال نشوف أهم الصحف الإنجليزية إن لم تكن كل الصحف الإنجليزية إزاي مش بس كلمة على تتويج أو فوز ليفر بول على منشستر يونيتد بسبعية هي الأولى من نوحها في تاريخ الكرة الإنجليزية كلها لكنها كمان صلطت الدوق على محمد صلاح كانجم أوحد في المباراة كل الصحف اتفقت على وجود صلاح في صفحتها الأولى وكل العنامين الحقيقة أشادت بمستوى صلاح سيفنان هال زي ما قالت ميري سبورت كلمت على مباراة طبعا أكثر مرائعة ومباراة للنسيان بالنسبة لمنشستر يونيتد بالمناسبة زي ما قالت الصحيفة أنه منشستر يونيتد لم يتعرض لهزيمة من النوع ده على مدار واحد وتسعين عام في تاريخه The Circus is back in town السيرك عادة من جديد دي صحيفة سبورت طبعا طبعا هو الحقيقة أكثر من سيرك لو فيه مصطلح أو تعبير سيفن زيرو طبعا زي ما قالت التايمز سبورت وصلاح برضو وروبرتسن طبعا في الخلفية كواحد من النجوم براه هم اللي تصدروا المشهد بعد كده عندنا The Times نفسها 7th heaven أو الجنة السبعة وليفر بول يحطم منافسه منشستر يونيتد بنتيجة 7-0 تيماجز والحقيقة يمكن ليفر بول 7 من يونيتد زيرو طبعا تصريح لتنهاج اللي بيقول طبعا أن اللي حصل ده غير احترافي وغير مقبول على حد تعبيره وبالتأكيد طبعا هزيمة مش هتنساها أبدا جماهير اليونيتد عندنا طبعا لقطة مارتينيز طبعا بطل كاس العالم في نسخته الأخيرة مع الأرجنتين اللي يمكن الصحافة الإنجليزية الحقيقة ما رحمتوش واعتقد أنه جماهير يونيتد مش هتنسا له أبدا الترئيسة الخطيرة اللي عمل منها صلاح واحد من أجمل أسستات في المباراة لجاكبو والحقيقة بيقوله مو صلاح سينز ليساندرو مارتينيز بفهم معناه أنه صلاح فسح مارتينيز وطلعه يعمل شوپنج بعد طبعا مكان ليفر بول في اللحظة دي بمتقدم بنتيجة 3-0 ودي اللقطة الأفضل يمكن صحيح صلاح سجل هدفين في المباراة دي وهدفين مختلفين منهم موحد بيمينه ودي بالنسبة لي صعبة جدا أو أفهم أنها صعبة جدا لكن دي واحدة من الحاجات اللي صلاح قدر يطور فيها نفسه بشكل كبير جدا ديسترويد طبعا سنت باكتو آيكس لأنه طبعا كان لعب منتقل لمنشستر يونيتد أنه رجعوا آيكس مرة تانية كل طبعا اللقطة دي كانت تلقت إشهدة كبيرة جدا أو تلقى صلاح بسببها إشهدة كبيرة جدا وكانت واحدة من أبرز لقطات ولخاصة التسعين دي لخاصة المواجهة بشكل كبير جدا لعب اليونيتد مارتينيز المطروح أردن وصلاح الحقيقة اللي كان بيقدم كان على موعد مع واحدة من أهم مطشواته مبارح خدوا بالكم مطش مبارح ده ليه أكتر من دلالة دلالة موسم ما كانش الأفضل ولا الأنجح بالنسبة لمحمد صلاح على مدار الموسم وهارجع في النقطة دي للعقلية خليني بس أقول أنه أهم شيء حصل مبارح هو تحقيق صلاح لرقم تاريخي جديد رقم قياسي جديد أصبح الهداف التاريخي لليفربول في مسابقة الدوري الإنجليزي متخطين طبعا أسطورة ليفربول روبي فاولر اللي بالمناسبة على صفحته أو على حسابه على تويتر قال محمد صلاح ليفربول لجند أو أسطورة ليفربول روبي فاولر اللي كان بيحتفظ بالرقم القياسي كهدف تاريخي لليفربول بيهني مبارح على حسابه على تويتر محمد صلاح النجم المصري اللي أصبح واحد من أهم أساطير ليفربول على مدار التاريخ خليني أخذ معاكم بقى المشوار مشوار التهديفي تحديداً لمحمد صلاح أرقامه تحليل لكل الأهداف اللي أدخلها على مدار المواسم اللي اشترك فيها أو اللي ألاعب فيها في الدوري الإنجليزي مع ليفر على مستوى التسجيل وعلى مستوى المواطن القوة وخليني نشوف نقرأ كده أهم الأرقام المرتبطة بـ 129 هدف سجلهم محمد صلاح في مشواره مع ليفربول هنا الحقيقة الإحصائيات دي أو الأرقام دي بتتكلم على قصة الأهداف الأهداف دي تسجلت فين وتسجلت إزاي تسجلت فين بره الملعب ولا جوه الملعب وتسجلت فين من جوه الملعب نفسه يعني طبعاً الأهداف دي مقسمة لـ 74 هدف سجلهم صلاح في ملعب الأنفلد وـ 55 هدف سجلهم خارج الديار في ملعب الفرق المنافسة كل ده طبعاً نتكلم على أهداف الدولي الإنجليزي فقط على أهداف الـ Premier League بعيداً عن أهدافه الأخرى في بقية المسابقات طيب سجل كم هدف برجله اليمين وطبعاً كلنا عارفينه صلاح بيلعب أساساً برجله الشمال سجل 20 هدف برجله اليمين و 102 هدف برجله الشمال و 7 أهداف سجلهم بضربات الرأس داخل السندوق 121 هدف وده يأكد لك على عشان الناس كتير بتظلم محمد صلاح في أوقات كتير بتحصل مقارنات غير عادلة خصوصاً مع منتخب مصر طريقة اللعب والدور المطلوب بي أو المهام اللي أخذها محمد صلاح الجوانعب بتفرق بشكل كبير جداً في الإمكانيات وفي الفعالية ترجمة الإمكانيات دي لما تبص على دور صلاح جوة السندوق أتجد أنه مسجل 121 هدف وهو مش راس حربة صريح وده نقطة مهمة جداً لابد أنها تتاخد في الاعتبار من خارج السندوق محمد صلاح مسجل 8 أهداف من ضمن الأهداف بتاعته 129 هدف فيه 18 هدف سجلهم محمد صلاح نتيجة ركلات جزاء الملاحظة الغريبة كانت بالنسبة لي والحاجة اللي أعتقد أنه صلاح ممكن جداً يفكر يشتغل عليها هي الضربات السبتة محمد صلاح مسجلش ولا هدف رغم أن واحدة من أهم مهاراته هي مهارة التسديد وكثير من الأهداف بتيجي بقزايف من جوة السندوق من برس السندوق لكن الكور السبتة محمد صلاح ما بيستغلهاش خالص أو ما بيستخدمهاش خالص في تسجيل الأهداف ورصيده فيها صفر لما يجي المعدل الزمني ودي واحدة برضو إراية على واحد القدرات البدنية معدل يقل بدنية عنده واثنين مستوى التركيز على مدار التسعين دي لأن أكتر معدل تسجيل أهداف لمحمد صلاح بيجي دايماً في الربع ساعة الأخيرة من عمر أي مباراة 14 هدف سجلهم صلاح في الربع ساعة الأولى من ديئة 16 للديئة 30 سجل 19 هدف من ديئة 31 للديئة 45 سجل 24 هدف وده تقريباً أقل من نص عدد الأهداف اللي هو سجلها الجزء الأكبر لصلاح والنشاط الأكبر والإنتاجية الأكبر والفعالية الأكبر لصلاح دايماً بتيجي في الشوت الثاني وخصوصاً في الربع ساعة الأخيرة من ديئة 46 للديئة 60 سجل صلاح 20 هدف ومن ديئة 61 للديئة 75 سجل صلاح 23 هدف ومن 76 لبلس 90 أعلى إنتاجية ومعدل تهديف الصلاح بيجي في الربع ساعة الأخيرة دايماً بعدد 29 هدف نشوف إحصائيات تانية مرتبطة بالخمس مواسق أو 6 مواسم بما فيهم الموسم الحالي طبعاً اللي قضاهم صلاح مع ليفر بول ومعدل تسجيله للأهداف في أول سيزن كان طبعاً النجاح الأكبر لأنه طبعاً الموسم الأصعب أنك تنتقل لفريق جديد منافسة من نوع من جيم الدوري الإيطالي من روما رايح للبريمير ليج نقلة نوعية رايح ليفر بول نقلة نوعية وبالتالي مستوى المنافسة والتأقلم والإنسجام بيبقى صعب جداً ورغم كده كنا نتكلم على أعلى انتاجية وفعالية لصلاح في معدل تسجيل أهداف موسن 17-18 سجل 32 هدف مع ليفر بول 18-19-22 هدف 19-20-19 هدف 20-21-22 هدف 21-22-23 هدف وفي الموسم الحالي سجل صلاح بالهدفين اللي سجلهم في اليونيتد انبارح 11 هدف بس يمكن على الرغم من تراجع صلاح على المستوى التهديفي في الموسم ده من حيث عدد الأهداف مش من حيث أهميتها إلا لحقيقة واحدة من أهم النقاط اللي تحسب لي الموسم الحالي هو قدرته على صناعة أو إعادة توظيف واستغلال إمكانيات صلاح كصانع ألعاب وأسستات أو عدد صناعة الأهداف العمالة صلاح الموسم ده تبقى إليك قد إيه أنه يرجن كلوب اعتمد على صلاح بشكل مختلف عن كل المواسم السابق سريعا جد سؤالين هل لو استمر صلاح في ملاعب الكرة المصرية آين كان الندي اللي هو بينتمي ليه هل كان ممكن يوصل لنفس المستوى اللي هو وصل له النهاردة سؤال يجب أن نحن نجاوب عليه والسؤال الثاني الأهم اللي يجب على الجميع الحقيقة أندية مدربين محللين خبراء اتحاد ربطة كل المعنيين برياضة كرة القدم مصر ممكن يبقى عندها كام محمد صلاح وإزاي نقدر نعمل إحنا لأنه صلاح الحقيقة اجتهاد فردي ممكن ولد ده جدا ما كانش يعني يعمل الإنجازات الكبيرة اللي حققها ولا يوصل للمكان اللي هو عملها دي لو ما كانش عنده قوت إرادة خدوا بالكو المشوار أبدا ما كانش سهل وتلقى بالتأكيد ضربات موجعة ومؤلمة في موسم زي اللي احنا بنتكلم عليه افتكروا بدايات الموسم وافتكروا زي هولند سرق الأضواء وافتكروا زي ليفر بول كان بيعاني ومازال حتى اللحظة ورغم كده ركز وعرف إزاي يقدر يعمل تطويل في مستوى ويقدر يحافظ على تجديد الدوافع عنده عشان يوصل للأرقام اللي حققها محمد صلاح مبروك محمد صلاح روح لمطش بكرة المهم جدا مقاولين العرب في بطولة الدوري الجولة السبعتاشر طبعا المؤجلة اللي هتتلعب بكرة على ملعب الأهلوي السلام في الساعة الخامسة بكرة هنلعب الساعة خمسة ان شاء الله على ملعب الأهلوي السلام نوع ده كان فيه تمرينة يمكن بدأت من دقائق طيب قبل ما اتكلم على الأخبار النادي الأهلي خلينا نروح لزمانة طبعا السلية ظهر في تمرينة النهاردة ومن الوارد جدا انه يشارك في مباراة بكرة حتى لو ما كانش أساسي ممكن يبقى ياخد جزء من مباراة عشان يتم تجهيزه عندنا مطشين في منطقة الصعوبة في بطولة الدولي الأبطال عندنا يوم السبت سانداونس في جنوب أفريقيا بعد القطن الكاميروني في الكاميرون وبالتالي من الوارد ان السلية يكون بياخد مساحة مشاركة بكرة ان شاء الله خلينا نروح لزمانة محمد توفيق يمكن حضر جزء من تدريبة النادي الأهلي في بدايتها يطمننا على الفريق وعلى السعدادات واللي مطش المقاولين بكرة مساء الخير يا محمد مساء الخير زميل عزيزي أحمد السمير تحياتي لك وكل مشاهدات طابعك اهلا بك يا محمد في ظل توالي المباريات وخصوصا المشوار الأفريقي وانتعرف احنا نسا لعبين مع القطن الكاميروني يوم السبت هنسافر بعد كده لجنوب أفريقيا ومنها بعد كده للكاميرون في ظل كمان يعني غيابات عدد من اللاعبين الأساسيين نتطمن منك على السعدادات الفريق لمباراة المقاولين بكرة وهل مباراة بكرة ممكن تشهد عودة بعض الأسماء اللي كانت غايبة في الفترة الأخيرة ولا لا بالفعل يا أحمد زي ما ذكرت ممكن النادر بيلعب زي ما بقول كده في جبهتين سواء الجامعة المحلية والدور الممتاز اللي انت طبعا بالتأكيد عاوز تحافظ على كل نقطة فيه عشان تحافظ على صدرتك وفرق النقاط مع بقية الفرق وكمان بطولة أفريقيا يعني ما فيش مجال بتلعب تقريبا كل سبت وتلات بقالنا تلات أسابيع طبعا خلاص صفحة أفريقيا تقفلت مؤقتا التركيز دلوقتي على مبارات ما قلنا عرب زي ما ذكرت في الجولة السبعتاشر مباراة مؤجلة بالطبع على أستاذ الأهلي بكرة إن شاء الله هيكون فيه تمام الخامسة مساء وكمان يعني الإصابات وكسرتها ولكن زي ما ذكرت وقلت مين اللي اللي هيكون موجودين بكرة حابب أطمنك إن عودة خالد عبد الفتاح بشكل كامل للتدريبات الجامعية وكمان أحمد عبد القادر ومحمود كهربا ومحمد شريف فدول عادوا بشكل تام للمشاركة فيه التدريبات الجامعية عمرو السلية ومحسين الشاحاتي ممكن في المراحل الأخيرة من البرنامج التأهيلي والإستشفاء لهم محمود متولي ممكن لسه بياه طبعا في برنامجه التأهيلي ولكن لسه بعيد عن المشاركة فيه التدريبات الجامعية في هذه الفترة بإذن الله زي ما تذكرت في علاة كبيرة جدا إن شاء الله يكون تحت أمر الجهاز الفني بكرة في قائمة المباراة طبعا الاختيارات الفنية هي أصل للجهاز الفني ولكن من الناحية الطبية محمد شريف موجود محمود عبد المنى بكهربا موجود خلافتاح موجود وكمان أحمد عبدالقادر موجود يمكن عمرو السلية أعطاك إنها هيتم اتدخاره لرحلة جنوب أفريقيا بإذن الله هو الشاحات يكون لهم نصيب ويقدروا يلحقوا بالفعل برونو سابيو ظهر قدامي على الشاشة دلوقتي يا توفيق أعرف منك أخباره إيه هل عنده مشكلة هل ليه محتطل برنامج تأهيلي معين هل من الممكن يكون موجود في قائمة الفريق بكرة ونشوفه في الملعب ولا لا بالطبع يا أحمد يعني برونو سابيو سألت عليه بتحديد برونو سابيو جاهز تماما للمشاركة في المباريات يمكن هو بس كان أول عودة ليه التدريبات كان أول تدريب التدريب اللي صبق مباريات القطن الكاميروني ولكن مستر مارسل كولر يعني حرص على أنه يكون منضم لقائمة مباريات القطن الكاميروني نظر لقلة على المهاجمين وبالتحديد إلى أجنحة يمكن ده هو تخليه عجل بدخوله لقائمة المباريات ولكن هو جاهز تماما وبالفعل إن شاء الله يعني في حالة رغبة الجهاز الفني في وجوده هو جاهز بنسبة 100% من الناحية الطبية واللياقة البدنية والزهنية وموجود فيه التدريبات ما فيش مشكلة وفي حالة اختير الجهاز الفني لها يكون موجود إن شاء الله ويكون يعني زي بلقول المعاول لزملائه عاوزه لك كمان أن أبرز النهاردة الحاجات في التدريب يا أحمد هو وجود المعد الزهني دكتور أحمد المعد الزهني يعني أبرز أو آخر المنضمين للجهاز المعاول لجهاز الفني نادي الأهلي بالطبع النادي الأهلي هو أول الآن ده المصاري اللي استعاد بي يعني معد الزهني ممكن ده مش أول مرة في فترات سابقة منذ كمان يعني الفترة بتاعة مستر مانو الجزيه كان دايما حالس إن يكون فيه معد زهني مع الفريق خاصة في المباريات الكبرى بالطبع يا منظومة متكاملة يا أحمد منظومة طائما تسعى البطولة وهو ده النادي الأهلي وقدر النادي الأهلي زي ما قلنا بيلعب في أكثر من بطولة كل البطولات انت بتبقى داخل وانت عينك على الرقم واحد وتبقى المركز الأول وتبقى البطل وإن شاء الله زي ما نقول يعني بكرة يبقى ثلاث مقاط مهمين جدا قدام المعاولين نكمل بهم إن شاء الله مشوار الدوري ومن سمى كمان رحلة طويلة إن شاء الله جنوب أفريقيا ومن بعدها للكاميرون وبالإذن الله نعود بالنقاط من هناك وإن شاء الله يكون يعني بنسبة كبيرة صعود النادي الأهلي بإذن الله لعودة اللقب المفضل لكل جميع النادي الأهلي وهو دور أبطال أفريقيا إن شاء الله بإذن الله بشكرك شكرا جزيلا الزميل عزيز محمد توفيق من داخل النادي الأهلي دي كتأ أخبار تمرينتو النهاردة كل التوفيق لرجالتنا بكرة في مطش المقاولين نتمنى نطلع بس يعني قبل الثلاث نقاط بدون خسائر يعني مشوارنا صعب جدا والرحلة اللي طالعين يعني بسفرها الفرقة للجنوب أفريقيا ومن بعدها الكاميرون هتكون في منطقة صعوبة ونتمنى إن شاء الله ما نفقدش حد من لعبتنا في المباراة دي وكلنا ثقة في أي 11 إن شاء الله هيلعبوا مطش المقاولين بكر خليني قبل ما أخص في تفاصيل الحلقة ونروح لبقية الفقرات لازم أهني نجم النادي الأهلي ومدربه الحالي كابتن سامي أمصان واحد من نجوم الحقيقة اللي ياما ما اتعونا في الملعب وما زال حقيقة حتى خارج الملعب معروف عنه الحقيقة يعني ما حدش بيكلم عن كابتن سامي أمصان إلا ما يتكلم عنه بكل خير شخصية دايما محترمة وشخصية مجدة دايما في عمالها وشخصية دايما حبت تطور من نفسها وفوق كل ده وده الحقيقة عشقه وانتماؤه للنادي الأهلي واضح للجميع كابتن سامي أمصان كل سنة وانت طيب وعيد ميلاد سعيد وإن شاء الله سنة جاية تكون سعيدة عليكم على كل الناس اللي بتحبهم وبالتزامن مع سامي أمصان نجم القاضية طبعا النهاردة كمان نجم النادي الأهلي مجدي أفشا الحقيقة بيحتفل بعيد ميلاده نجم القاضية الحقيقة اللي وحشنا وان شاء الله بإذن الله يرجع دايما زي ما تعود أو زي ما هو عود كل جماهي النادي الأهلي واحد من أهم لعيبة الجيل الحالي نتمنى له طبعا كل التوفي ونتمنى له كمان سنة سعيدة نجم القاضية ممكن طبعا تقدر تقولين أنها كانت المباراة الأكتر جمهرية على سطح الكرة الأرضية مبارح يعني فيش حد الحقيقة حتى لما تبعش المباراة على الهوى رجع وشاف بعد ما سامع طبعا عن نتيجة الاسكور التاريخي اللي حقوق ليفر بول في مواجهة اليونايتد وبالتالي احنا طبعا في مصر أغلب ردود الأفعال كانت يعني منتقى الفرحة ومنتقى السعادة وخصوصا كمان اللي زاد أنه نجم المباراة كان محمد صلاح اللي قدم واحد من أقوى وأفضل عروضه مع ليفر مبارح لكن ردود الأفعال في إنجلترا كانت إزاي يمكن نشوفنا واستعرضتنا جزء منها فيما يتعلق بالصحافة بس خلينا نروح لضيفنا دلوقتي في السادسة تاري روبنسون نائب رئيس نادي شيفل ديونيتد السابق ومدير الكرة أيضا السابق في نادي ستوك سيتي مشوار طويل حقيقة مع عدد كبير جدا من الأمداء الإنجليزية منهم كمان ليستر في السنة اللي طبعا مع صعوده للبريمير وأيضا فريقا هو ضيفنا في السادسة وبالصدفة والله بالصدفة هو النهاردة كمان عيد ميلاده فخلونا بداية قبل ما نتكلم عنه نرحب بي ونهني ونقوله كل سنة وانت طيب هابي بيردي ومثل هابي ريتورن شكرا جزيلا شكرا جزيلا على الصدفتي قبل الهواب ثواني عرفت أنك أنت واحد من أكبر مشجه المان يونيتد فلازم أسألك عن موقعة مبارح موقعة الأنفلد إزاي شفت المباراة وإزاي شفت الفوز التاريخي اللي حققه ليفربول على اليونيتد بنتيجة 7-0 أعتقد أن في الشوط الأول كانت المباراة كان مانشستر نايتد أدى بشكل قوي ووتيحت له العديد من الفرص وأعتقد أن المباراة كانت لليفربول خصوصا بعد إحراز الهدف الأول لم يتغير شيء في الشوط الثاني ولكن ما حدث هو كان الهدف الذي أحرز قبل نهاية الشوط الأول بقليل أعتقد أن منشستر نايتد سيصحح الوضع ويحسن الأداء في الشوط الثاني ولكن ما أظهره ليفربول أنه قد دمر دفاعات اليونيتد وقد استطاع أن يلعب كرة قدم رائعة أريك تنهاج المدير الفني اليونيتد لحقيقة قدم موسم جيد جدا أعتقد مقنع بالنسبة لعشاء اليونيتد هل تعتقد أنه الهزيمة مبارح أو الخسارة مبارح ممكن تأثر على مشواره في بقية الموسم سواء على مستوى البريمير ليج أو حتى على مستوى اليوروبا ليج اللي هو ما زال بينافس وخصوصا بعد تخطيه عقب برشلونة الكل قال أنه قريب جدا من تحقيق لقب اليوروبا ليج هل تعتقد النتيجة دي ممكن تكون هزة تأثر على بقية المشوار في الحقيقة أنا كنت محبطا أو خائب الأمل بخصوص مباراة الأمس بالنسبة لي تنهاج هو مدير فني جيد ويدير المباراة بشكل رائع ولكنه أعتقد أنه لم يجري العديد من التغييرات على فريقه ولم يصنع اللاعبون الفارق في هذه المباراة أعتقد أنه يظل ينافس على بطولة الدوري الإنجليزي يظل ثالثا ولديه الفرصة أنا كنت مندهشا من خسارة الأمس وأنا سندهش أكثر إذا حدث شيئا غير ذلك لا أتمنى ذلك لمنشيسه أتمنى أن ينافسه يمكن من الحاجات اللي سمعتها في تحليل ما بعد المباراة وانت عارف طبعا أنه جزء كبير من خدرات ليفر بول الهجومية طول المواسم السلاسي الرعب سلاح سادي وماني بتشوف أنه من الورد جدا أنه السلاسي الجديد داروا أنه ناز كادي جاكبو مع محمد صلاح من الممكن أن يعيدوا لليفر بول خدراته الهجومية مرة تانية هل بتتفق مع نفس وجهة النظر دي ولا بترى أنه الموسم ده قد يكون الأخير لمحمد صلاح مع ليفر بول أعتقد أن جماهير ليفر بول ستكون هي المحبطة إذا حدث ذلك أعتقد أن محمد صلاح لعب رائع ومحرص جيد للأهداف وأعتقد أنه حقق أداء مذهلة منذ عام 2017 مع ليفر بول أعتقد أن الفريق يجب علي أن يحتفظ بمحمد صلاح لحتى الموسم القادم عايزة أكلم شوية معك مع مشوارك الطويل طبعا في الكرة الإنجليزية وتوليك عدة مناصب في عدد من الأندية الإنجليزية المختلفة عن تواجد اللعب المصري في الدولة الإنجليزية يشوفنا نمزك كتير جدا مش بس محمد صلاح قبل كده وإنت يمكن كنت موجود في نادي شيفلد يونيتد في الوقت انتقل لي نجم النادي الأهلي في الوقت ده أحمد فتحي على ما أتذكر يعني كنت موجود كنت في موقع المسؤولات نعم نعم لقد قمت بالتوقيع لأحمد فتحي هو لعب لعب عدة مباريات لم يكن الأمر كما توقعنا كان الأمر صعبا عليه كانت أوقاتا صعبة ولكننا حينما تأهلنا لدور الإنجليزي وقعنا معه بالفعل أستطيع أن أقول أنه لم يستمر معنا طويلا ولكنه انتقل بعد ذلك إلى هال وأدى أداء أفضل ولكن أظن أنه لا زال يلعب أنا أتابعه وأعتقد أنه من أحد اللاعبين المهمين في تاريخ كرة مصرية يعني لو قارننا المستوى اللي خرج به محمد صلاح من مصر عشان يبدأ رحلة ومشوار احترافه بعدد من اللاعبين هنجد أنه في لعبين كتير ممكن يكونوا على نفس مستوى محمد صلاح لكن إما التجارب الاحترافية غير مكتملة ويمكن لو كلمت تحديدا على الدور الإنجليزي أنت بتأكيد تتذكر مثلا لعبين زي حسام غالي زي عمر زاكي زي محمد شوقي زي النيني حاليا ومحمد صلاح وبالتالي إيه اللي بينقص اللاعب المصري عشان يكون له مساحة تواجد أكبر في أندية الإنجليزية أعتقد لبعد المسافة عن محمد صلاح لا أعرفه بشكل شخصي ولكن أعرف أنه لعب محترف دوما يبتسم في وجه الجميع أحيانا لديه بعض المواقف ولكن أعتقد أن محمد صلاح يسير بخطة ثابتة في الاحتراف وهذا ما يجعله قوة مهمة لليفربود ولكن أحيانا حينما يأتي أناس من بلدكم للدور الإنجليزي لا يتأقلمون كثيرا أو سريعا مع الكرة الإنجليزية لدينا العديد من البطولات في موسم واحد يظل الأمر صعبا فلاعبوكم لا أعتقد أنهم يستطيعون الحفاظ على هذا المستوى في ظل هذه البطولات الكثيرة أعتقد أن الثبات على المستوى هو الأهم في كرة القدم اتكلمنا على تأثير ماتش مبارح ونتيجة ماتش مبارح اليونيتد يهمني يتكلم كمان على ليفر بول لأنه كثير من عشاء ليفر بيشوفوا أنه 7-0 أو الفوز ب7 في مقابل 0 على حساب اليونيتد قد تمكن ليفر بول من العودة بريمونتدى أيضا على حساب ريال مدريد في بطولة الشامبينز ليج وأن كان طبعا سيناريو صعب لكن يهمني يعرف أثر فوز مبارح على مشوار ليفر في بطولة الشامبينز ليج أو مبارات العودة مع ريال مدريد أعتقد أن ليفر بول لديه فرصة جيدة للعودة على كل حال إذا لعبوا بالثقة التي لعبوا بها فأعتقد أنهم لديهم فرصة في المنافسة ليفر بول فريق رائع كان لديهم بعض السقطات هذا الموسم ولكن يظل نادي كبير وفريق رائع نعم أعتقد أن ليفر بول لديه الفرصة للعودة أستطيع أن أقول أيضا أنه يمكن ليفر بول أن يكون واحد من الأربع الكبار هذا الموسم في الدورة الإنجليزية فليفر بول الآن فريق قوي بمنازمة الدوري رأيك في مشوار الأرسنال تحت قيادة أرتيتا وهل بتشوف أن الأرسنال بعد غياب طويل عن منصات التتويق قادر على حسم البريمير ليج الموسم الحالي؟ أرتيتا قام بعمل كبير مع أرسنال بمقارنة مع جوارديولا وعمل مع جوارديولا قبل ذلك أعتقد أن الأرسنال يسير الآن بشكل جيد يمكنه أن ينافس وخصوصا بعد الدور الأول الرائع الذي رأيناه أعتقد أنه يتقدم الآن بفارق خمسة نقاط عن السيتي وأعتقد أن الأرسنال لديه الفرصة الأكبر للفوز بالدور الإنجليزي وخصوصا بعد تعثر مانشستر سيتي ولكن إذا لم يتعثر الأرسنال فأعتقد أنه لديه الفرصة كبيرة للفوز بدور الإنجليزي بيقال أن بيب جوارديولا مش مركز قوي في لقب بطولة البريمير ليج الموسم الحالي وتركيزه الأكبر يمكن رايح لفرصته في المنافسة على الشامبيونز ليج هل من الممكن جوارديولا يكون بيفكر بالطريقة دي؟ وإيه رأيك في فرص أو حظوظ المان سيتي في التتويق بلقب الشامبيونز ليج الموسم الحالي؟ أعتقد أنه بالنسبة لجوارديولا هو مدير فني رائع ولا اختلاف على ذلك فأي منافسة يكون فيها جوارديولا يكون منافسا ويكون لديه الفرص الأكبر للفوز بها هو بالفعل قد فاز بدور الدور الإنجليزي ولديه الفرصة كبيرة أن يفوز بالدور الأبطال وأتيحت لو قبل ذلك فمنشستر سيتي الآن لديه فريق جيد جدا يحتوي على لعبين رائعين لديهم هدفون جيدون الآن وهم يدفعون الأرسنل للمنافسة وأعتقد أنهم سيبلوا بلاء حسنا في دور الأبطال تاري رابنسون نياب رئيس شيفلد يونيتد السابق بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا النهاردة وجودك معنا في السادسة كل الشكر ليكم مرة تانية بكرر تهانئتي بمناسبة عيد ميلادك مستمرين معاكم في السادسة وكلامنا هيكون عن موضوع بعيد كل البعد عن كرة القدم في الماضي لكن في الوقت الحالي وفي المستقبل هيكون له دور كبير جدا إيه قصة الزكالي الصناعي الارتفيشل انتليجنس في الرياضة بشكل عام وفي كرة القدم بشكل خاص الإجابة هتكون معنا في السادسة بعد الفصل هو الطبيعي طبعا أنه زكالي الصناعي أو الـ AI أو الارتفيشل انتليجنس زي ما بيسموه داخل دوقتي تقريبا في كل مجالات الحياة لكن اللي يمكن يكون بين قصين جديد شوية عندنا هنا في مصر هو دخوله في مجال الرياضة وزي ما شفنا كده وسوق كبير جدا معدلات نموه بتاعته يمكن اكتر معدلات النمو ارتفاعا على مدار السنوات الأخيرة وتأثيره الحقيقة كبير جدا سواء على المستوى الفني وعلى مستوى زيادة القدرات والقدرة على التحليل أو حتى على مستوى الاستثمار والعوائد المادية الضخمة جدا اللي بترجع على المستخدمين ليه وأهمهم طبعا زي ما شفنا في الأرقام دي مثلا أمريكا الشمالية تحديدا سوق أمريكا الشمالية تحديدا المستحوى استقليبا على حوالي 45 أو 46% 42.5 بالضبط 42.5% من حجم السوق هنتكلم عليه ونحاول نقرب ونبسط الدنيا لحضراتكم ونشوف إزاي ممكن حاجة زي كده تفيد قطاع رياضة عننا في مصر وكورة القدم على وجه التحديد ونحاول نشرح لحضراتكم العالم النهاردة بيتحرك إزاي من خلال لقاءنا بواحد من ديوفنا الأعزاء الحقيقة اللي أنا بتشرف بمقابلته النهاردة دكتور مصطفى سابت بس أخيري دكتور مصطفى وأهلا وسهلا بك فرصة سعيدة جداً أنا سعيدة اتأخرت بس الحمد لله أنا سعيد جداً بوجودي طبعاً في قناة الناد الاهلي ده شيء شرفني أنا من مشجع الناد الاهلي اللي أنا بعشق طبعاً الناد الاهلي وطبعاً اللي أسعد في هذه الفرصة لأنني أكون موجود مع حريك في اللقاء الأول عبر قناة الناد الاهلي ده شيء سعيدني جداً وإشرفني خليني أبدأ مع حضرتك الكلام إن إحنا نبسط لناس شوية يعني إيه زكاة الاصطناعي وإيه هو علاقته بالرياضة عموماً وبكرة القدم خصوصاً خلينا نقول ببساطة زكاة الاصطناعي هو محاولة محاكاة العقل البشري ولكن بنختار هنا بقى العقل البشري بيبعندنا القدرة أن نختار أنهي الأكثر تمييزاً من خلال تعليم الآلة أو من خلال الآلات المختلفة يعني أو من خلال استخدام التقنيات التكنولوجية يعني مثلاً إحنا عندنا واحد من أمهر الناس بالوقتي ميسي فإن إحنا إزاي نقدر نحاكي عقل ميسي من خلال الآلة في إن إحنا نطور لعيبة كتير محمد صلاح طبعاً ونجمينا العظيم محمد صلاح اللي بنبريكلو وبنبريكل مصر كلها إنه أصبح الهدف التاريخي ليبربول أو في البريمير ليج عبر التاريخ كله يعني ده حاجة الحقيقة يعني مبروك لمصر كلها هذا الشاب الرائع يعني إزاي نقدر نحاكي عقلية محمد صلاح من خلال استخدام التكنولوجيا أو من خلال استخدام الآلة ده ببساطة أو تبسيط بسيط جداً لفكرة الزكاة الاصطناعية هي محاولة محاكاة العقل البشري ولكن بقى بنختار مين العقل البشري فبنختار الشخص الأكثر تختار الموديل خبرة بالظبط جداً ممكن ناخد ميكس بقى يعني ممكن نعمل ميكس نبقى عندنا ميسي عندنا رونالدو عندنا صراح عندنا مبابي عندنا كثيراً من المبدعين نقدر ندخل ده كله في زي ما بقولوا كده مفرمة ونطلع المعارف اللي عندهم كلها والخبرات اللي عندهم فإن احنا نساعد في التطور إن احنا نطلع لعب تميز الكلام الحاجة بتكلمني عنه دلوقتي ده ده متطبق بالفعل برا ولا ده في إطار الرؤى والأحلام المستقبلية ده هو بالفعل متطبق متطبق من زمان جداً على فكرة لو رجعنا ممكن بالزاكرة شويتين لوراء الكاس العالم 2002 كوريا واليامان لو هايك تفتكر اليابان ما كانش فيها كرة خالص على فكرة يعني قبل 2002 اليابان تقريباً في الكرة كانت يعني يعني ما فيش أي تاريخ خالص كرة أسك كلها ولا يامان ولا كوريا ولا حتى أمريكا بالضبط لكن كان وقتها عندهم تخطيط إنه استخدموا التقنية الحديثة في تطوير لعبيهم ووقتها تم استخدام لو هايك تفتكر كنت تلاقي دائماً المدرب بتاع اليابان موجود معه تابلت على ورا على كورس البودلاء يعني زي ما بقولوا يعني أو الفينش زي ما هايك بتقول قاعد مع التابلت وفيه أجهزة مسبتة في اللاعبين وكانوا من خلالها يقدروا يعملوا يعني تحديث بدأنا نشوفها عندنا في مصر مؤخراً للأجهزة الحقيقة آه بس احنا تخيل بقى هايك ده من 2002 وبالمناسبة في الفترة دي عشان دايماً العلم على فكرة بينجح والعلم بيكسر الدنيا وخلال الفترة دي اليابان جهزت فريق قوي جداً ودخل كاس العالم مش بس دخل كاس العالم وصل لدور التمانية الأول مرة في تاريخ وكوريا اللي برضو استخدمت التقنيات دي بشكل أقل شوية من اليابان برضو وصلت لدور قبل النهائي في البطولة دي وكان حدث تاريخي لم يحدث من قبل يعني فتقنيات الزكاة الاصطناعي موجودة من زمان جداً استخدامها كان بيتم بشكل كبير جداً في العديد من الدول ويمكن اليابان على رأسهم ولكن الحجم الأكبر زي ما هيكتفضلت فيه المقدمة في الولايات المتحدة الأمريكية أمريكا الشمالية طبعاً اللي هي بنتكلم على الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وممكن الولايات المتحدة الأمريكية مستحوزة على الجانب الأكبر يعني كندا أخذها جزء صغير جداً بدأنا نشوفها في كل حاجة احنا النهاردة بنتكلم على الزكاة الاصطناعية في كل المجالات مش بس في الرياضة طبعاً في كل العالم لكن في الرياضة بيبتلوا بلقتي يطوروا بشكل كبير جداً شفناها في الكاس العالم الأخير في خطوط التسلل. كمان في خطوط شفناها من قبل كده من 2014 في كاس العالم في البرازيل. من خلال خط المرمى عملوا استخداموا استخدامات الزكاة الاصطناعية في 2014 في كاس العالم في البرازيل. لتحديد الكرة كانت بتعدي خط المرمى. طوروها شوية في كاس العالم الأخير في قطر. ونوضعوا شرايح في أرضية الملعب وكاميرات في أرضية الملعب. وشرايح في الكرة نفسها. الكرة نفسها كانت فيها شرايح ذكية. بتبعت بيانات تقدر تحدد من خلالها خطوط التسلل تقدر تحدد من خلالها خطوط المرمى بشكل دقيق تقدر كمان بقى تعمل التطوير اللي احنا هتكلم حقيقي عليه الخاص بيه تطوير مستوى اللاعبين وقدرتهم على اتخاذ القرار يعني اللي بيميز مثلا لعب زي ماسيف وحقيقي بتكلم كده حسيت انه بعد يعني قدام شوية الموديل الفني يبقى وفع الخط بره مسك جويستيك وبيحرك اللاعب يعني عادة اقول له حقيقي يعني اوه مش بالشكل ده الحقيقي لكن اه خد بقى حقيقي انه على فكرة اي تطور تكنولوجي بيبدو في الاول ان حتى فيه ناس بتعتبر وتعتبر وتقول لك مش معقول يعني لو نرجع بالذاكرة كده ايام ما كانوا يقول لك هناخد اهيب عندنا محمول ونتحرك به في شارع وحد الناس بتتريق هتمشي بحديدة تتكلم بحديدة لكن دوقتي احنا متكلم على الموبايل دوقتي بقى جزء من الحياة فكل تكنولوجيا جديدة بقى الناس معنداش تصور اه لحاجب التكنولوجيا نسيت الموبايل في البيت هتحس انك مفصل عن الحياة لا مش هتقدر هترجع تاني مش هتقدر تكمل اصلا مشوارك فاحنا بديكلم على انه طبيعي على فكرة تكنولوجيا جديدة كمان لما نتكلم عن الميتا فيرس بقى الميتا فيرس زي ما حاجب تقول كده انت كل حاجة افتراضية يعني انت كل حاجة فيرشوال كل حاجة مش موجودة يعني انت عايش فيها عالم موازي لكن احنا بديكلم على تقنات الذكاء الاصطناعي الجزء منها تم تطورها الميتا فيرس بالمناسبة فشيء يعني هيبقى مفيد جدا البشرين ليه اخرنا يا دكتور مصطفى معلش يعني انا متخيل ما عنديش ارقام طبعا لك انا متخيل حتى من الارقام اللي احنا عرضناها يمكن واحنا مساء بالحضرتك انه الموضوع ممتشر وانه امريكا ليها مساحة كبيرة جدا عنديش شاك ان اوروبا متقدمة جدا فده اسيا واضح ان ليها كمان خلينا اقولها هيك ان مؤشر مساحة افريقيا فين عموما واحنا فين هنا في الموضوع احنا برضو عندنا اشياء مرعبة بالنسبة للمؤشرات في الموضوع احنا عندنا مؤشر الابتكار لاخر 6 سنين للأسف بتتصدر اسرائيل يليها تركيا يليها الامارات العربية في افريقيا بيتصدر مؤشر الابتكار جنوب افريقيا يليها بوتسوانا بوتسوانا يليها كينيا ده يؤكد لك ان احنا اه طبعا متاخرين زي ما هيك بتقود متاخرين جدا ليه ليه بقى الموانع هل الكلفة مثلا لا لا خالص عشان احنا مش فاضيين احنا عندنا سرعات اهم عندنا خناقات اهم لكن فكرة ان احنا نبقى مهتمين بان احنا نكون صباقين في مجال سهل جدا ان انت تبصباق في لان انت عندك الكوادر اي خلينا اقول لحقيقة مفاجأة يعني انا في جامعة اقليمية جامعة الفيوم عندنا السنة الجاية في ماجستير مشترك ما بين كلية الحاسبات وزكاء الاصطناعي جامعة الفيوم وكلية التربية الرياضية جامعة الفيوم لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التحليل الرياضي فاحنا الكوادر موجود بدليل انه النهاردة من جاء بالتجهيز لماجستير في الذكاء الاصطناعي والتحليل الرياضي والعلم الرياضي لكن فكرة المتاخذ القرار في ادارة الكرة المصرية الحقيقة او في الرياضة المصرية عموما يعني انا ما شفتش اي بادرة واي كان على فكرة في بعض الشركات الخاصة شفنا خلال الفترة اللي فاتت بيتم تجهيز اماكن فيها تقنيات للزكاة الاصطناعي لاختبار اللاعبين واختيار اللاعبين المتميزين أتمنى في مشروع قومي مطلق في الدولة المصرية هاجي لتفاصيله وبستطيع أن نشوف مجموعة من الأرقام في معدلات وقطاعات اللي بيدخل فيها للزكاة الاصطناعي وحجم تأثيرها واستفادت القطاعات دي منها طبعا ده على المستوى العالمي يعني ده السوق رياضة والأبليكيشن أو تطبيقات للزكاة الاصطناعي من 2019 ل 2026 بالمليار دولار طبعا شايفين تطور اللعبين دي الاهتمامات طبعا تحليل اللاعبين تحليل اللاعبين وتحليل تحليل اللاعبين ده الأزرق اللي قدام حكم على الشاشة باين بالخط الأزرق هنقولها بالترتيب يعني من أول لآخر يعني تحليل اللاعبين تحليل البيانات استخدامات أخرى كمان تحليل السلوك المشجعين وده مهم جدا على فكرة لأنه ده بيستخدم في حاجات كتير اقتصادية ضمنها على فكرة مبيعات التشيرتات هو جزء الاقتصادي في كرة القدم مبني بشكل رئيسي على المشجعين وعشان كده هم اللهم باللون الأصفر قدام حضرتكم على الشاشة هم طبعا أكبر جزء أو أكبر شريحة أو قطاع مستفيد لو خلنا مثال النموذج للنادي الأهلي النادي الأهلي ليه كم من المشجعين في العالم العربي والعالم كله بشكل كبير جدا ومرعب جدا ما حاجة من خلال قناة النادي بنادي إدارة النادي النهية تعمل النادي الأهلي على الميتا فيرس تخيل حقيقة كم مشترك ممكن يجي النادي الأهلي على الميتا فيرس يعني إيه تعمل النادي الأهلي على الميتا فيرس يعني حاكي كل فروع النادي الأهلي أنه يقدر شخص يبقى مشترك وعضه في النادي الأهلي وهو في أمريكا ويقدر يقرر يلبس النظارة فيعيش كأنه عايش جوا في فرع الجزيرة ويأخذ كل الفاسيليتز ويتفرج على تدريب النادي الموضوع ده على فكرة سهلة جدا ما هواش يعني مش مكلب في تكلفة بل بالعكس ده ممكن يكون مصدر أكبر من كل مصادر الدخل لليه يعني لعندي المصري نقدره كده عضوية افتراضية عضوية افتراضية طبعا عضوية افتراضية ما عايز أقولها حقيقة أنه فيه دول بدأت إحنا بنكلم على قطر النهاردة جامعة قطر عملت جامعة قطر على الميتا فيرس وبقى فيه اشتراكات وبقى مصدر الدخل كويس جدا للجامعة نحن بنكلم على الهيئة الملكية للحج في السعودية عملت الحج على الميتا فيرس عشان الناس تتدرب على الحج قبل ما تروح عشان يسهل العمليات اللي لما تتكلم على نادي الأهلي اللي ليه الملايين العاشقين في العالم كله لو قدرت تعمله على الميتا فيرس وجالك مليون مشترك بس وكل مشترك هيدفع يعني في الشهر عشرة دولار أنت تتكلم في كم من الأموال غير طبيعي لكن المؤشرات اللي احنا شفناها ومعدلات التطبيق اللي احنا شفناها على القطاعات المختلفة بيانتلي أنه الجانب الاقتصادي أو جانب الربح والاستثماري في فكرة تطبيقات الارتفيشال انتليجنس أو زكال الصناعي أكبر بكتير جدا من تطوير اللعبة نفسها أو تطوير المستوى الفني للعبة نفسها لا أنا مختلف مع حيك شوية لأنه هو الاتنين مرتبطين ببعض لكن بطبيعة الحالة لأنه المشجعين هم العدد الأكبر فالاهتمام بهم والاهتمام بالتقنيات اللي هتساعدنا في تحليل سلوكهم لأنه نخد بالحقيقة هي التورطة الأكبر لأننا عايز أكسب منهم نحن سنقول حقيقة في الآخر هي اقتصاد يعني الحقيقة كلها على فكرة اقتصاد النجاح في الحقيقة ما تقوليش حصل أنا هنجح في العلم و هنجح في الطب مش هتنجح في حاجة خالص غير لو أنت نجح اقتصادية و النهاردة بنتكلم على الرياضة أصبحت اقتصاد وجزء لا يتجزئ من العلم الرياضي هو علم الاقتصاد الرياضي подعي فبنتكلم على فكرة تحليل مشجعين وهو قيمة تسوئية للأندية نهاردة بنتكلم على قيمة النادي الأهلي وكل الناس بتجري وراء لي عشان عنده عدد من المشجعين كبير جدا عدد من المتابعين والمحبين كتير جدا فكلما زادت شعبيتك وكلما زاد متابعيك كلما زادت قيمتك الاقتصادية نحن نهاردة بنتكلم على أرقام خرافية لرعاية النادي الأهلي كل سنة الحمد لله بتزيد عن السنة قبلها ليه؟ لأنه كل شوية في مشجعين وكل شوية في منتمين بيزيد لأنه براند النادي الأهلي شعار النادي الأهلي وقف وراه عامل نجاح كتير جدا منها من ضمنها واحد من أهمها طبعا القاعدة الجماهرية الشميرة والشعبية اللي موجودة في كل مكان في العالم وبالمناسبة لو لكل العناصر دي ما كانش يبقى بيزيد عدد المشجعين نحن نتكلم في الآخر على الكمتروجر الانتماء والحب وإنك أنت تبقى مشجع ومحب للنادي ده مرتبط أكيد بمنظومة كاملة بتشوف فيها نجاحات وبتشوف فيها تتويج وبتشوف فيها بطولات وبتشوف فيها حاجات شيئة بلا شك وده كله مرتبط بالعلم وبتشوف فيها منظومة قيم ومنظومة أخلاق معينة بالتأكيد بلا شك طبعا وده كله في الآخر بيرجع لإدارة يعني ده ما فيش خلاف على كده لكن أنا بقول لحقيقة أنه في المجمل أنت عندك فرص قوية جدا لإقتصاد جديد غير مكلف الدخول فيه بدري هتبقى أنت أنت متخيل الحقيقة أنا تخيلت أن الموضوع ده تطبيقه هيبقى مكلف جدا في بداياته يعني كنت تبتدي مثلا بالموبايل مع بداياته في نهاية التسعينيات كانت قصة أنك أنت تمسك الموبايل ده شيء يعني صعب جدا أو مكلف جدا لأنه التكنولوجيا كانت في بداياتها لكن النهاردة بتتكلم على أنه العالم منحظنا كويس منحظنا كويس أن كل التقنيات دي ظهرت بعد تطور كبير جدا فيما يخص لأنه كان أغلى حاجة نحن النهاردة بيكلم على كل الأجهزة المستخدمة وكلفة لاتصالات برده طبعا يعني حتى النهاردة يعني زمان كان أنا فاكر كويس جدا لما أول مما مسكنا الموبايل ده كتل ديئة عشان تتكلم في الموبايل برقم كبير النهاردة ديئة ناس كلها مسكت تلفونات قعدها بتغير يتقول أنا بدأت كان جنيه ونصف معرفش حقيقة تلفونات كان أغلى من كده كان أغلى من كده كبام قليلة جدا وبقت متاحة بشكل كبير جدا ما بقتش مكلفة العملية نفسها مش مكلفة لكنها محتاجة إرادة محتاجة عمل محتاجة قرار محتاجة حد يكون واعي للقطاع الجديد ده من السوق خد برحة هيك أنه الأندية بره بدأت تشتغل في ده يعني هتفاجئ أنه أندية أوروبا بدأت خلاص تبقى تعمل أندية بتاعتها على الميتا فيروس وهتفتح الاشتراكات فيها تخيل لو إحنا يبقى أول نادي في العالم بيعمل الكرام يعني النهاردة حابية بشترك في نادي زي برشتونة أو باي بيونيخ مثلا قدر عمل عضوية افترضية خلينا أقول حقيقة أنا من سنة بالزبط كنت مدعو لمؤتمر عملية وكالة ناسا في الإمارات كانوا بيعلنوا فيه عن إطلاق الجامعة الأولى لناسا عبر الميتا فيروس وهيبقى فيه طلبة بتدرس من كل أنحاء العالم عبر الميتا فيروس من خلال جامعة ناسا طبعا الموضوع كله اقتصاد لأنه لها اشتراكات تعالى تحقيق ناسا هتجيب فلوس من كل أنحاء العالم لأنه كله يدخل تعالى في بيتك معك نظرتك وعايش جوه احنا نكلم على سوق وإحنا كنت بكلم على معدلات نمو لو ممكن نوري ناس معدلات نمو الارتفرش الانتليجنس في قطاع الرياضة بس دلوقتي يعني يمكن دكتور مصافي بيدي أمثلة ونماذج مرتبطة مثلا بالتحليق بالتعليم وكده خلينا أقوله حقيقة حتى في الكورة يعني خلينا نقوله حقيقة في الكورة أنت النهاردة بتكلم على كمية الحضور الجماهيري من كل أنحاء العالم طبعا يقدر يبقى حايش معاك ممكن ندي فكرة ناس على السوق الخاص بالذكال الصناعي في يعني تخيل حقيقة في داع الرياضة فقط لا غير من 2017 لـ 2027 لـ 2027 يعني تطور بيزيد بالمعدل اللي بالأزرق ده خاص بالسوفتويل وبالخدمات والأخضر ده خاص بالخدمات مضبوط فإحنا بنتكلم على تطور من حوالي مليون دولار إلى 7.3 بليون دولار فأرقام أرقام الحقيقة وأنت متصور حقيقة أنه التوقع بالنسبة للذكال الإصطناعي والميتا فيرس في كافة القطاعات 20-30 أن نحن نوصل لحوالي 1700 مليار دولار حجم الاستثمار فيها كل الرياضة فيها جزء كبير جدا لأنه زي ما يقول لحريك فيه تصابق على الرياضة لأن الرياضة لها متابعين كتير جدا وأصبحت اقتصاد مهم جدا في كل دول العالم لو متخيل حريك أن أنت تبقى قاعد عاشق مثلا النادي الأهلي وقاعد في الولايات المتحدة الأمريكية وعايز تحضر المطش بتاع النادي الأهلي والمقولين العربي كأنك في الاستاد هتحضر كأنك عايز بالضبط في الاستاد وهتشجع والمشاء وصوت التشجيع بتاعك هيوصل للإستاد أنا متخيل الفكرة طبعا ومش حاسس يعني تعالي في أفكار مثلا بتحلم بتشوفها أو بتتخدمها وتحس إنها سانس فكشن حاجة هتحصل في المستقبل لكن لحاجة بتقوله ده أنا حاسس إنه سهل جدا وقريب جدا ومن الممكن تعمل في كاس العالم الأخير على فكرة في قطر في قطر عشرين وعشرين تعمل ده وده خير حقيق بقى يعني احنا منكلم على إنه لو عندك مئة ألف واحد في الماتش بيتفرجوا عليك من كل أنحاء العالم كل واحد بس دفع دولار قدي مئة ألف دولار في ماتش واحد يعني حجم إرادات مهول مهول جدا جدا واقتصاد ده مكلم حقيق في حاجة بسيطة جدا على فكرة لكن في تفاصيل أكتر من كده بكتير جدا كمان التحليل في الإعلانات احنا النهاردة منكلم على الزكاء الاصطناعي والديجيطال ماركت بتاعه إنه تقدر تبقى من خلال استخدام تقنيات الزكاء الاصطناعي تضاعف عشرات الأضعاف من مبيعاتك للمنتجات دي مش بس كده ده كمان التطوير احنا كلنا طبعا أعتقده أغلب المشاهدين عارفين إيلون ماسك واحد من الكبار المبتكرين في العالم واحد من أغناء أغناء العالم دلوقتي وهو صاحب شركات عالمية كبيرة جدا على رأسات طبعا بدون ذكر أسماء الشركة مش هنقول بس طبعا يعني حاجة علامية بلزبط يعني امبراطور بلزبط صناعة اه مش يعني حاجة 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 أعتقد يعني لو ذكرناه مش هيبه فيه اعلانية يعني ولكن هو في الآخر إيلون ماسك هو علامة يعني واشترى كمان تويتر في مؤخرة هذا الرجل قرر أنه يعمل حاجة مجنونة تماما أنه يعمل شريحة عارف حقيقة فيلم 8 جيجا أعتقد بتاع محمد سعد اللي هو بيتم زراعة شريحة اي وتستدعي البيانات بشكل سريع جدا فتتحول أن أنت قادر لما هو اشتغل محامي ونجح جدا لأنه عنده شريحة فيها ألاف المعلومات فقادر يسيرش بسرعة ويطلع للمعلومات فقادر يجاوب طول الوقت على كل الأسئلة اللي بتسئل لها ده بيحصل احنا كنا ده بنتكلم على فيلم بنهزر وكان كان اسمه لنبي 8 جيجا ده تم بالفعل يعني إيلوم ماسك عمل ده وتم تجربته على الحيوانات على الأرود ونجحات مبهرة في سلوكهم وطريقة تعاطيهم وأقول لحاج بقى مؤهلتك ايه تقول لي أنا 18 جيجا وانا 32 جيجا على فكرة ده بيحصل بقى لعيبة كمان بيحصل لعيبة أنا في وقت بالقواعد بحس على فكرة بخاف جدا من التطور التكنولوجي ده انه يعني يقتل الإمكانيات والخضرات هو في جانب منه بتأكيد بيطور بس في جانب تاني بيقتل حاجات كثير جدا عليها الفطرة الإنسانية يعني السوشال ميديا مثلا على رغم منها مفترض مفترض انها اسمها تواصل اجتماعي لكن بشوف انه أثارها السلبية على المجتمع وأثارها على العلاقات الإنسانية الحقيقية وعلى التواصل الحقيقي سلبي جدا جدا بس ده لي علاقة بثقافة الشعوب يعني هتلاقي حقيق مثلا السوشال ميديا عندنا والتعامل معها والتعاطي معها من الشبه الدول اللي صناعتنا السوشال ميديا يعني على سبيل المثال أحد التطبيقات الشهيرة اللي صناعتها الصين شوف المحتوى بتاعها في الصين وشوف المحتوى بتاعها في مصر يعني مش عايز أقول لي اسم المحتوى التطبيق ده لأنه لكن تطبيق معروف جدا لكن إحنا محتاجين إحنا 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 عندنا أزمة في الوعي يعني حقيقة بتعمله نهاردة ده يعني من النوادر في الإعلام المصري إنك تلاقي وإعلام رياضي كما يبقى مهتم بحجم سوء في مليارات أكثر يمكن من الإعلام التقليدي يعني يعني عجم المليارات اللي موجودة فيه أكثر وأكبر من الإعلام التقليدي فعمل لنا أزمة وعي نحن الناس كلها ولا تعرف ولا وغدى بالها باللي بيحصل فده المشكلة مش في التطبيقات زي السكينة سكينة نقدر نقطع بها التورطل هو قدر نضر بها حد هو في الآخر استخدامك للمنتج ده لكن بالنسبة للزكاة الاصطناعية بالعكس ده هو جاي عشان يساعد البناء ده وسائل التكنولوجيا إحنا نتكلم على الفترة اللي حصل فيها جائحة كورونا إيه اللي خلي العالم قدر يكمل التكنولوجيا التكنولوجيا يعني لو لا وجود تكنولوجيا وسائل التواصل الاجتماعي دي كانت الناس نصها مات بالاكتئاب لانه مش عارف يوصل لحد مش عارف يتواصل معحد الناس ما كانتش تعلمت لانه ما كانتش تستخدمه الوسائل لتعليم عن بعد واستخدام التكنولوجيا الناس ما كانتش قدر التتابع حدا بحراء احيات كثير جدا في الأحداث الرياضية حتى في كل أنحاء العالم فالتكنولوجيا بالعكس التكنولوجيا هي معمولة في الأساس عشان تحسن حياة البشر توإنهانس الكواليتي وفلايف زي ما الأجانب بيقوله لكن إحنا استخدامنا للتكنولوجيا إزاي وتطوعنا لها إزاي هو ده مربط الفرص ده هيتم ويتحسن إزاي طبعا بالتوعية زي ما حاجت بتعمل دلوقتي من خلال برنامجك أتمنى كل الزملاء في القناة التلفزيونية وفي المواقع الإخبارية يدتلوا يعملوا ده يبعدنا حمل التوعية للمكتاب لو اتكلمت في خطوات يعني النهاردة مثلا أنا الفكرة أو المبدأ أو الكنسب ده جاذب جدا وأعتقد أنه بمن بيحقق مصالح كل الأطراف يعني كل الأطراف هتبقى مستفيدة من وجوده اللاعبين أعتقد هتستفيد منه الأجهزة الفنية تستفيد منه إدارات النادي زيادة الموارد كل ده بيحقق مصالح مشتركة ومجتمعة وبالتالي الرغبة ممكن جدا تبقى موجودة آلية التنفيذ هل فيها صعبات؟ هل التكنولوجيا دي متوفرة؟ هل هي في بدايتها هتكون عالية التكلفة؟ ولا الموضوع ده تطبيقه من السهولة أننا ممكن أبدأ فيها على طول هنا في مصر هل نقول الحقيقة هو طبعا الفكرة هل محتاج أنه الدولة أو بعض المؤسسات تبقى متبنية التوجه ده؟ ولا ممكن إرادة منفصلة مثلا لنادي بعينه أو لجهاز كورة حتى بعينه أنه ممكن ياخد خطوات في ده الواحد لا نستنعي قرار من جهة أعلى منه الحقيقة خلينا أقول حقيقة أنه يعني الموضوع مش مرتبط بإرادة دولة لكن طبعا لو فيه إرادة دولة بيسهل كتير جدا 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 لأنه بتشوف نعكاسه في كل حيط وتبقى عملية تسهيلات من كافة الجهات لأنه في الآخر أنت بتتعامل مع حجم بيانات كبير جدا كل ما بيزيد حجم البيانات كل ما بيزيد قدرتك على استخدام الزكاة الاصطناعية لأنه لو حجم البيانات صغير المخرجات بتاعت الزكاة الاصطناعية بتبقى أوليلة لكن تقدر تبدأ من مؤسسة صغيرة تبدأ من كيان صغير من مكان صغير العائد تكلفة ما بقتش عالية تكلفة مقدور عليها جدا العائد بتاع الزكاة الاصطناعية لسه طبعا فيه حاجات فيها تجارب كتير فيه حاجات لسه مش أبروف يعني موضوع الشريحة مثلا بتكلم عليها بتاعت إيلون ماسك دي هتحسن من اتخاذ القرار استردموها لسه ما خليتش أبروف من إيه هتبقى سهلة صعبة جدا لا حلينا أقولها حقيقي أنه لسه الحد دي طبعا فيه خناقة بس هتحصل ليه؟ لأن احنا النهاردة احنا لعب الكرة أو لعب أي رياضة هي مجموعة قرارات امتى هلعب الكرة امتى هشوتها هشوتها ازاي هتحرك أخد قرار جهة شريحة دي وقى لسه دكتور مصطفى كل ده الشريحة بتبقى موجودة في الجسم أفلام ساينس فكشن اه طبعا وخيال العلمي بيقول أنه انت ممكن بعد كده حتى الروبوتس تبقى فيه تقلب على البني آدم وتتحول وده أمر على فكرة فيه تخوف منه لكن نحن نتكلم أنه الجزء الأخلاقي من العلوم لأنه كل العلوم فيها جزء أخلاقي وجزء لا أخلاقي لو أنت طوعتها للجزء الأخلاقي هتفيد بشرية الجزء لا أخلاقي طبعا هتضر البشرية بلا شك يعني متفق مع حيك بس ده جزء من الجيم زي ما بيقوله أو جزء من اللعبة أن انت بتطور عشان تستفيد يعني ما هو اللي عمل الديناميد في الآخر عمله عشان يفجر الجبال ويستخرج الكنوز لكن فيه ناس بتستخدمه في الحروب فده مش معناه أن الديناميد نفسه وحش لكن هو نفس الفكرة بتاعت التطور العلمي زي ما بقوله حيك أن أنا أقدر أطور اللعيب وقدرته على اتخاذ القرار وسرعة قدرته على اتخاذ القرار أنا إمتى شوت إمتى أرقص إمتى باصي كل ده عمليات على فكرة بتاخد وقت طويل جدا يعني بشوف بعض يعني طبعا عشان بنتابع هنا بشكل يومي التمرينة النادي الأهلي وبنرقل يعني جزء منها للجمهور السادسة بشوف في أوقات كتير جدا يعني في أثناء فترة التمرين أجهزة كتير جدا موجودة على اللاعبين أو في إيد أعضاء الجهاز الفني بتاقي ده جزء برضو مرتضل بطبيقات الذكاء الاصطناعي وقدرة على أنك أنت يبقى عندك مجموعة بيانات تفهم منها أوجه القوة وأوجه الضعف في كل لاعب بتقدر إزاي تشتغل على أنك تطور من المستوى تعرف إيه اللي ممكن يكون نقص عنده وتكمله أو تشتغل عليه بشكل صحيح الجهاز اللي هو موجود دايما في ظهر العيبة حتى بنلاقي دايما في ظهر العيب كده في جهاز جهاز ده في الأساس معمول لقياس الوظائف الحيوية للعيبين عشان يبين لك اللاعب ده إيه اللي بطلع تحليل بيانات بقى بالضبط كده اللي فيه لو فيه أي خطورة أو أي حاجة عشان طبعا الحوارس المتكررة اللي حصرت بالإضافة لبعض البيانات زي ما هيكتفضلت الخاصة به حركة اللاعب سرعته قدرته سرعة الشوطة بتاعته سرعة الرجل اليمين سرعة الرجل الشمال قوة الرجل الشمال ريفلكس بتاعه زي بالضبط كده سرعة رد الفعل بتاعته كل دي معدل السرعة عنده كل دي طبعا لكن احنا يعني تحليلها بقى وقفل الدايرة لأن احنا عندنا الدايرة دايما مفتوحة قفل الدايرة بقى أن أنا يبقى عندي برامج للتحليل الحاجات دي وبتدي عندي إنهانسمنت للعبين تطوير أو تحسين لأدايا اللاعبين هنقلت كتير جدا على فكرة في استثمار رهيب جدا في عملية الريكوفري بتاع الإصابات باستخدام الزكاة الاصطناعي احنا بتشوف فرقة زيارية للمدريد بتلعب تقريبا كل يومين وبتلف العالم كله وتكسب كل البطولات وحجم الإصابات عندهم شكله عامل إزاي ليه لأنه هم باستخدموا تقنيات الزكاة الاصطناعي كان معايا أحد ضيوفي هنا برضو كان متخصص في الطب الرياضي وكان بيكلمني على أنه النهاردة بيبقى فيه تحليلات قبل بداية الموسم تحليل زيال الديان ايه ومن خلال التحليل ده تقدر تعرف طبيعة التكوين الجسدي والعضلي لكل لاعب وتقدر تعرف ايه المناطق أو تكون أكتر عرضة للإصابات وتقدر تتعامل معايا بتمرينات معاينة بحيث أنها أنك تقدر كجهاز طبي بقى تمنع حدوث الإصابات دي من الأساس وهذا قفل الدائرة بقى اللي بقول لحقيق عليه ده زكاة الاصطناعية الزكاة الاصطناعية ده لازم أربطه بالسوفتوير التاني أو بالبرنامج التاني اللي هو بيحلل لي الأداء اللاعبين فقدر من خلالها أقل الفرص الإصابة اللي خدمتها حقيق برضو اقتصاد لأن أنا ما بجيب لعب بـ 3-4 ميديون دولار ويبقى نص المص ما بيلعبشي نتيجة إصابات ده معناه أن أنا خسرت نص الفلوس دي صح فإحنا بنتكلم في حاجة مهما بلغت تكلفتها هتبقى كام لكن الخسارة حجم الخسارة الناتج عن عدم استخدامنا للتقنيات دي بيبقى كبير جدا لو إحنا حسبنا صح لكن إحنا دايما بمس تحت رجلين للأسف يعني مبنى الجهش الده مفهوم لكن طبعا زي ما حقيقة تفضلت بالنسبة للطب الرياضي فيه طفرة كبيرة جدا في عملات اللي زي كالي صنع وفيه في الريكوفري كمهن يعني من خلال التحليل طبعا من خلال التحليل استخدام بعض الأجهزة في عملات وده على فكرة فيه عالم مصري فيه متخصص في الألم والحقيقة استخدم صفت هاردوير أو جهاز من أسبانيا وبيستخدم على فكرة في أكتر من نادي في أسبانيا لتسريع عملية الاستشفى وكمان تقوية الأماكن الضعيفة اللي زي ما حقيقت تفضلت وقلت انه بيبتدوا من خلال التحليل اللي دي النهي بتاع اللاعب بيقدر يعرف انه عنده العضلة الفلانية محتاجة تقوية فازاي يقدر ساعد فيه عملية تقوية العضلة الجهاز ده موجود بالفعل موجود في مصر يعني ده جهاز مرتبط بفكرة برضو artificial intelligence ولا ده جهاز موجود في المستشفى أو مكان متخصص في الطب الرياضي مرتبط طبعا بالطب الرياضي رقم واحد ويتم العمل عليه من خلال artificial intelligence يعني هو فيه جزء مدرك جهاز بيستخدم تقنيات الزكاة الصناعية وبيستخدمه أكتر من نادي على فكرة في أسبانيا وفي الدول الأوروبية واحد من علماء مصريين يعني المسؤول عن الموضوع ده عالم مصري في كل الطب على فكرة في جامعة القاهرة طب الأصرعين دي واحدة من أهم عوامل اللي أنت تتكلم فيها تحديدا واحدة كنت أسأل دايما ليه النجوم الكرة في أوروبا على وجه التحديد بيخوضوا عدد كبير جدا من المباراة في أعلى مستويات منافسة سواء كانت محلية دوري أسباني دوري إنجليزي دوري إيطالي دوري ألمانيا أو حتى دوري فرنسي أو حتى على مستوى القري أو حتى على مستوى المنافسة مع منتخباتهم أنت تتكلم في دايما توب لفل ورغم كده حجم إصاباتهم ومعدلات غياباتهم عن المشاركة أقلب كتير جدا من اللعيبة عندنا كتير في مصر ده مرتبط بفكرة التحليل والقياسات اللي بتتكلم عليها وتطور طرق العلاج والتطور طرق الاستشفى بص حقيقة احنا طول ما عندنا أصل ما بنتحركش يعني فكرة أصل طول ما عندنا كلمة أصل أصل أنا يمكن كتبت مقال من حوالي سنتين كتبت قلت أصل هي أصل كل الشرور بحقيقة هنا في مصر أه والله حال احنا في مصر تيجي تقول يا جماعة فيه علوم جديدة رب يعني جاهز أصل أه أصل أرضية الملعب أه أرضية الملعب عامل بس مش هي العامل الوحيد أصل حالة الطقس أصل 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 فيه 300 مبرر أن أنا ما تطورش أن أنا ما تمرجأش للعلوم الجديدة أن أنا ما استخدمش تقنيات الزكاة الإصطناعي في منع الإصابة أصلا يا خد بقى حقيقة أنه تقنيات الزكاة الإصطناعي مش بس في عملية الاستشفى لا دا كلان أن أنا منع الإصابة زي ما هيكتفضلت بتحليل اللعبين وتوقع أماكن الإصابة وتقوية العضلات دي وده اللي بيحصل مثلا مع محمد صلاح محمد صلاح راجل بيبدأ قاله رجله اليمين ومشاء الله أنه مبارح يشوف نجون برجله اليمين طلقة طلقة محمد صلاح ما كانش رجله اليمين قوي خالص ولكن بيعفي رأس ولكن بالضبط يعني 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 العيب سريع وبيشوت كويس عالجون ده راحت الفلكون كده النهاردة محمد صلاح داخل على ميس ده نتيجة إيه؟ ده نتيجة إيه؟ التحليل البيانات اصدام لتخليطات الزكاة الاصطناعية ده اللي احنا بنقوله ده على فكرة التحول اللي احنا طالبينه أن احنا والمشروعات القومية اللي هتمنى احنا نفروض نبدأ مع الصغيرين كمان احنا صغيرين على فكرة حتى في مصر في كل الحاجات بنختار لهم ناس ماشي حالك يعني حتى في تدريب اللاعبين لا والنبع دكتور مصطفى ما تدخليش في الصغيرين لأنه الصغيرين دول يعني الوضع كارسي المشكلة أنه كمان مش متشاف يعني احنا شايفين الكارس اللي بتحصل فوق عشان اهتماماتنا بالفوق أندية ومنتخبات صحيح لكن تحت يعني أنا مهما عادي أحكي لكم لكن لموضوعنا ولا وقتنا يسمح بدأ خلينا كلمك على الكوادر يعني زكاة الرغبة موجودة والإمكانات متوفرة هل الكوادر اللي تسمح بأنك يبع عندك تطبيق للزكاة الاصطناعية في مصر طبعا جدا عايزة أقول لحقيقة أنه تقريبا 90% من العالم العربي من الكوادر اللي موجودة في العالم العربي اللي شغال في الزكاة الاصطناعية والميتا فيرس مصريين شباب مصريين احنا عندنا في مصر أكتر من 20 كلية حاسباته زكاة الاصطناعية وأكتر من 30 أو 40 كلية هندسة فيها أقصى متخصصة في الزكاة الاصطناعية في الهارد وير وفي الصوفت وير في المنتج في مجالات تانية للرياضة يعني طبعا كتير جدا لا متقدمين فيها او دخل فيها للزكاة الاصطناعية شكلية كل ما هو خدمة احنا يعني موجودين فيها لكن المنتج بتال هارد وير الحقيقة لا لست ما دخلناش فيه بشكل قوي ولكن احنا عندنا خطر شديد انه الكوادر بتتخطف لانه العالم كله برا مصر احنا انت بتروح للدول الخليج دلوقتي 90% من الكوادر اللي شغالين في الزكاة الاصطناعية في كافة المجالات من ضمنها مجال الرياضة من ضمنها حتى التحليل الرياضي بالمناسبة من ضمنها حتى التحليل التقليد الرياضي هتلاقيهم كوادر مصري فاتمنى ان يبقى فيه مشروع قومي زي ما حيك اشارت انه الدولة بتتبنى ده ان احنا 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 بتكلم على حجم اقتصاد 1700 مليار دولار في مجال 20-30 اللي جاي يعني احنا بتكلم نهارده 20-23 كمان سبع سنين هيبقى الحجم ده فلو قدرنا نبدأ من دلوقتي هيبقى لدينا دور كبير جدا في فعلا في مساعدة هذه الدولة اقتصاديا من كل جوانبها زي ما اقول لها حقيقة النهارده لو الاهلي جاب فريق من الخبرى المصريين وقرر يدرس الفكرة اللي انا قلتها ويعتبروها كده يعني ايه معلش يعني اعتبروا انه ده شخص جاي حالم وجاي يقول حاجة كده وخلاص بس يدرسوها ان احنا نعمل لنادي الاهلي على الميتا فيرس وتفتح الاشتراكات وشوف النتيجة شوف النتيجة كل اللي انت محتاجه انه فريق متخصص وده نقدر نساعد فيه سواء المصريين اللي برا مصر او المصريين جوه مصر هيصور المكان بشكل كويس وخليك تبقى عايش من برا جوه لنادي الاهلي الناس كتير جدا تحبت موضوع ده وناس نفسها بشكل كبير جدا وتعملوا بقى اشتراك شهري اشتراك سنوي اشتراك مدى الحياة زي ما تحبت يدرسها بقى الاقتصاديين ويلبطوها بتكلفة الخدمة ويعملوا شيء يبقى فريد على مستوى العالم الناس كلها تتفرج عليه وليبقى سبقنا في حاجة لان حقيقة بذرة الامل اللي انا بشوفها دايما في مصر في الرياضة بتبقى دايما من نادي الاهلي سبق في كل حاجة من فضل ربنا علينا ان ادارات الاهلي المتتالية ناس محترفين فاتمنى انه ياخد الفكرة دي يدرسوها انا اعتقد ان الفكرة يعني في الاهلي بشكل خاص ومفترض يعني اعتقد بشكل عام سواء اتحاد كرة سواء ازارة الشباب الرياضة اعتقد انها مفترض انها تلقى قبول جدا وللأ لكن خليني برضو قبل ما اختب معك تجارب ملهمة انجاز التعليق اه خلينا اقول الحقيقة احنا قلنا تجربة من 2002 يعني تجربة كوريا وليبان 2002 احنا بنكلم على لا حاجة شبهنا يا دكتور مصطفى خلينا اقول حاجة عندنا اه حد هنا اقول حقيقة قطر 22 احنا قطر 22 حقات نسب مشاهدة من خلال استخدام تقنيات الزكال الاصطناعي والميتا فيرس بشكل يعني رقمي مرعب جدا بملايين المشاهدات وده انعكس على العوائد الاقتصادية انا حابب اكمل معاك الفكرة والموضوع وحابب اكتر تكون معنا صورة توري الناس تقرب الناس الفكرة بشكل اكبر لكن انا بجد استمتعت جدا واتشرفت بوجودك معي النهاردة دكتور مصطفى اشكرك شكرا جزيلا دكتور مصطفى وللحلقة دي ان شاء الله انردت بيكون ليها جزء تاني نحاول نقرب لحضراتكم الموضوع ونديكم التصور الكامل لفكرة تطبيقات الخاصة بزكال الاصطناعي في قطاع رياضي على وجه التحديد وفي كل امور الحقيقة اعتقد انتم حاسين بيها وبتشوفوها في بيوتكم وفي اشغالكم وفي حاجات كتيرة جدا موجودة حواليكم لكن اعتقد انه في قطاع رياضي يهمنا جدا انه تطبيقات تبقى موجودة عندنا اعتقد تعمل معنا فارق على كل مستوىات اقتصاديا وفدنيا ادارة ولعبين وجمهور بالتأكيد هيكونوا كلهم مستفدين بشكرك دكتور مصطفى مرة تانية بشكرككم كمان على متابعة حلقة نهاردة بكرة ان شاء الله ماتش المعاولين كل التوفيق لفرقتنا ونتقابل على كل خير يوم الأربع حلقة جديدة السادسة تحياتي لكم